حديثنا في هذه الحلقة هل يلام الله على ما يحدث يصرني جدا أحبائي وشرف وامتياز كبير أقدم ضيف الحلقة ولأول مرة على برنامج ليكن نور القسيس فريدي صالح القسيس فريدي هو راعي الكنيسة الإنجلية العربية بتورونتو واللي ساكن في تورونتو في كندا الاسم المشهور جنيسة تشابل بليس أسيس فريدي أهلا وسهلا فيك في برنامجك وفي مكانك منرحب فيك في هذه الحلقة أهلا بك أسيس نزار مبسوط جدا ومتشرف أن أكون معك والربي دينا وقت حلو أكيد موضوع الحلقة شوي يمكن مثير وأكيد يمكن في زي ضوء أحمر أول ما منسمع الجملة أول ما منسمع الكلمات وأنا عم بنقل يعني كلام الناس لحضرتك أكيد أنت متفق معي اللي عم نشوفه في هذه الأيام واللي عم بيحدث أمور غير عادية قبل ما نبتدي بالأسئلة شو رايك في الموضوع آه بالتأكيد الحقيقة بكل المقاييس يعني مفيش مبالغة أبدا لما نقول أنه المرحلة دي والحقبة دي من تاريخ الحياة بشكل عام مختلفة جدا جدا ويمكن حصلت عبر التاريخ كوارث كتير يعني بالتأكيد التاريخ بيقول بس المرة دي اللي بيحصل في الوقت ده لو هنحطه كده بداية من كوفيد وكورونا ولغاية دلوقتي واللي شكله جاي وإحنا بنشوف الحرب اللي بدأت في أوكرانيا فيه اختلاف فيه كده تفرد شوية للحالة دلوقتي الهم زاد الاضطراب زاد جدا المشكلة كمان أنه القصة دلوقتي كل كارثة حصلت في التاريخ حصلت في مكان معين حتى الحروب العالمية الأولى والتالية في حتت في أوروبا في بعض بلاد حواليها لكن مع كوفيد مع كورونا القصة بقت عالمية بشكل غير عادي والاضطراب وصل لكل بقعة في الأرض مفيش حتة دلوقتي تقدر تقول عليها لا بس الحتة دي هادية لا بس الحتة دي ما فيهش يعني اضطراب كبير مفيش يعني المشكلة كمان اللي واضحة لنا قوي التأثيرات النفسية الكبيرة قوي لللي بيحصل الأرقام السنة دي أسيس نزار كنت ببص على شوية تستاتيستيكس كده وأرقام إحصائيات مقارنة بين 2019 مثلا ودلوقتي عن الصحة النفسية للبشر جلوبيلي على مستوى العالم الأرقام مفزعة عندنا أطفال في سن 11 و13 سنة بتنتحر أيها فيه رقم مفزع حاصل في كندا هنا قريته من كام يوم في الجرائد أنه خلال الثلاث شهور اللي فاتوا تلت اللي ارتكبوا جرائم قتل تلتهم من شباب وأطفال أقل من 20 سنة اللي قتلوا واثنين من الحالات اللي قتلوا أقل من 15 سنة فلا هو وقت طبعا خاص جدا صعب وكمان اللي بختلف في هاي الأيام أنه مش عم نتنفس يعني كل ما ها فكت عملية الكورونا ما منشوف إلا فيه كورونا تاني بتطلع فبصير فيه تشديد أكتر وعلى الاقتصاد وعلى الظروف وعلى الوضع وغير الحرب اللي عم بتهدد الكل واضح أنه كله ورا بعضه بشكل متواصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة